بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين سينكسار اليوم الثالث عشر من شهر عوبا المبارك عيد عرسي قاناء الجليل استشهاد القديسة دميانة نياحة القديس ثأو فيلس الراهب تحتفل الكنيسة اليوم بأحد الأعياد السيدية السبعة الصغرى وهو عيد عرسي قاناء الجليل الذي تمت فيه الآية الأولى التي صنعها الرب يسوع المسيح وأظهر بها مجده وقدرته على كل شيء وبسببها آمن به تلاميذه وانفتح للآخرين باب الإيمان وذلك أن الرب قام بتحويل الماء إلى خمر وبحضوره في العرس بارك سر الزواج الذي رسمه في كنيسته وجعله سرا مقدسا كما تأيد ذلك فيما بعد من قول معلمنا القديس بولوس الرسول عنه هذا السر عظيم وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان ورغم أن السيد المسيح قام بتحويل الماء إلى خمر في عرس وفي قانا الجليل حسب عوائد اليهود إلا أنه يحذرنا من السكر بقوله أنه يعاقب من يأكل ويشرب مع السكار وحذرنا معلمنا القديس بولوس الرسول من السكر بالخمر بقوله لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة ونهانا عن مخالطة السكار ومآكلتهم أما سليمان الحكيم فأعطى الويل للمطعاطين الخمر بقوله لمن الويل لمن الشقاوة للذين يدمنون الخمر بركة ربنا يسوع المسيح الحالة في عرس قانا الجليل تحل علينا وعلى بيوتنا وتباركنا بكل بركة روحية آمين وفيه أيضا من سنة 304 ميلادي سشهدت أميرة الشهيدات المصريات القديسة دميانة العفيفة ابنة مرقس والي البرولوس والزعفران ووادي السيسبان ولدت دميانة في أواخر القرن الثالث الميلادي فرباها أبواها تربية مسيحية حقيقية فلما كبرت عزمت أن تعيش حياة البتولية فوافقها والدها على ذلك وبنى لها قصر لتعيش فيه مع أربعين عذراء كنا يقضين أوقاتهن في الصوم والصلاة وقراءة الكتب المقدسة وسمع الدميانة يوما ما أما الملك ديقليديانوس أرغم والدها على التبخير للأوثان فحزنت كثيرا ثم صلت هي والعذارة من أجل والدها وقامت وذهبت إليه وعاتبته قائلة كنت أود أن أسمع خبر انتقالك إلى الفردوس من أن أسمع أنك قد تركت إيمانك فندم أبوها وقام وذهب إلى الإمبراطور واعترف أمامه بالسيد المسيح فحاول الإمبراطور بالملاطفة أن يثنيه عن إيمانه بسبب محبته له ولكنه رفض فأمر بقطع رأسه ونال إكليل الشهادة ولما علم الملك بأن دميانة ابنة مرقص هي السبب في ذلك أرسل إليها قائدة ومعه مأتوا جندي لكي يجبرها على إنكار إيمانها فانتهرته متمسكة بإيمانها فعذبها كثيرا بكل أنواع العذاب وكان الرب يقويها ويقيمها سالمة أخيرا قطع رأسها مع الأربعين عذراء واستشهد معه أربعمائة آخرون ونالوا جميعا أكاليل الشهادة بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين وفيه أيضا تنيح القديس ثأو فيلوس الراهب وهو ابن وحيد لأحد أمراء جزائر روما جاء إلى مصر طالبنا الرهبنة فذهب إلى دير الزجاج بالقرب من الإسكندرية فاستقبله القديس بوقطر رئيس الدير وبعد أن اختبره ألبسه إسكيم الرهبنة وبعد عشر سنوات جاء جنود من قبل أبيه وأخذوه رغما عنه إلى قصر أبيه ولما وصل إلى هناك فرح به أبوه فوعظه ثأو فيلوس ليهتم بخلاص نفسه موضحا له زوال العالم فأثر الكلام في قلبه حتى أنه نزع التاج عن رأسه تاركا الملك لأخيه وذهب هو والقديس ثأو فيلوس إلى دير الزجاج وترهب هناك أما والدة القديس فقد ترهبت بدير للراهبات وقد عاش الجميع بالنسك والعبادة وعمل الفضائل إلى آخر أيامهم ولما أكمل القديس ثأو فيلوس جهاده الصالح تنيحا بسلام بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين دفنار اليوم الثالث عشر من شهر أوباء المبارك أعجوبة عرسي قاناء الجليل فلنسجد نحن المؤمنون للمسيح وأبيه الصالح والروح القدس والنسر من قوة إلى قوة كما من عيد إلى عيد آخر نسجد للثالوث القدس غير المخلوق المساوي المحي الذي نحن نسبحه ونرتل له لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته ففي قاناء الجليل صار عرس كما قال الإنجلي ودعي يسوع وتلاميذه لكي يتم كلام إشعياء النبي القائل أرض زابولون وأرض نفتاليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم الشعب الجالس في الظلمة وظلال الموت أشرق له نور عظيم وهو المسيح إلى هنا كلمة الآب في ذلك اليوم جعل الماء خمرا بقوة لهوته التي لا ينطق بها وهي أول آية صنعها في قاناء الجليل وأمن به تلاميذه أنه المسيح مخلص العالم في اليوم الثالث كان عرس عظيم في قاناء الجليل وكانت أم يسوع هناك ودعي أيضا يسوع هو وتلاميذه لكي يظهر مجد لهوته فليخذى وليرذل الكفرة أهل البدع والهراطقة الذين يفرقون المسيح ويجعلونه طبيعتين فليأتوا الآن وينظرونه متكئا في الوليمة بقاناء الجليل يأكل ويشرب مثل كل إنسان لأنه دعي كإنسان وكان يأكل ويشرب فلما نفذ الخمر بارك المياه فصارت خمرا طيبة فآمن به تلاميذه لأن اللهوت لم يصنع قوة بغير اشتراك الجسد وبوحدانية لا تفترق وكان يسوع متكئا يأكل ويشرب في عرس قاناء الجليل ولما فرغ الخمر تكلمت أمه معه قائلة يابني الحبيب ليس عندهم خمر يابني بالجسد وابن الآب الكلمة بغير بداية ولا نهاية الألف والياء الأول والآخر لأنهم دعوك كإنسان فأظهر لهم الآن مجد لهوتك الكائن فيك لكي أظهر أنا وأدعى والدة الإله إلى كل الأجيال الآتية لأن لك المجد إلى الأبد ولما أمر الخدام فملأوا الأجران ماء فأظهر مجد لهوته الساكن فيه له المجد دائما وفي هذا اليوم استشهاد القديسة العفيفة دميانة تعالوا لنسبح يسوع المسيح وأمه مريم وميخائيل الملاك ولنكرم البتولة المختارة ذات الاسم المملوء مجد القديسة دميانة المملوئة بالحكمة منذ صباها أحبت البتولية أكثر من العالم كله أكملت الناموس والوصايا هذه الراهبة والشهيدة معه الآن عظيمة هي كرامتك ومجدك وذكرك العالي الشائع إلى الأبد أيتها الشهيدة المختارة الراهبة البارة البكر المختارة القديسة دميانة عروس المسيح المنتخبة المكرمة السلام لك أيتها العذراء المزينة بالطهارة السلام لك أيتها العفيفة الحسنة الشهيدة البتول النقية غير الدنسة المملوئة قداسة السلام للممتلئة نعمة منذ صغرها السلام للمباركة في جميع العذارة السلام لك أيتها الراهبة التي أكملت الناموس بالنسك والعبادة السلام لك أيتها الوحيدة حبيبة أبيها الذي من قبلها صار شهيدة السلام لك أيتها الأم للأربعين عذراء اللائي صرنا شهداء معك طوباك أنت أيتها السيدة دميانة لأنه ليس من يشبهك في العذارة افرحي يا من وجدتي دالة عند الله في كنيسة الأبكار بشفاعات والدة الإله القديسة مريم يا رب أنعم لنا بمغفرة خطايانة بصلوات السيدة المختارة القديسة دميانة يا رب اغفر لنا خطايانة فلنسجد للآب الذي بلا ابتداء وابنه غير المدرك والروح معطي الحياة بلا هوت واحد بقوة معونته ورحمته الجزيلة علينا نكرم هذه الشهيدة القديسة بالحقيقة دميانة بالحقيقة قد أشرق اليوم التذكار المكرم الذي لهذه العذراء العفيفة دميانة الشهيدة المختارة العظيم الأنبى يوحن أسقف البورولوس قال لنا هكذا لقد ابتهجت وفرحت لأني وجدت الجهاد الحسن الذي لهذه الشهيدة المختارة الصبية الحكيمة دميانة العذراء بالحقيقة منذ صغرها أحبت أن تكون مع المسيح في مجد ملكوته الدائم إلى الأبد فبنى لها أبوها قصرا عظيما فسيحا سكنت فيه المحبوبة مع أربعين عذراء معها وفي زمن الاضطهاد ردت أباها إلى الإيمان واحتملت تهديد الملك وقبلت عذابات متعبة وسلمت نفسها للموت وجسدها للنار وسحقت كل قوة العدو الشرير وآخر هذا الجهاد العالي قطعوا رأسها بالسيف ونالت الإكليل غير المضمحل في ملكوت السماوات والأربعون عذراء القديسات اللائي كنا معها في القصر نلنا الشهادة في يوم واحد معها في الثالث عشر من طوبة استشهدت القديسة وفي اليوم الثاني عشر من بشنس كرست على اسمها كنيسة طوباكي أنت يا دميانة عروس الختن الراهبة البتول المختارة الشهيدة الحقيقية اطلبي من الرب عنه يا عروس المسيح القديسة دميانة ليغفر لنا خطايانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر